اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم أبرز نتائج ملتقى الحوار الليبي حتى الآن والمتمثل بالاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام القادم ما حقيقة ما يجري في مباحثات تونس وما واقعية إجراء الانتخابات بعد سنين من النزاع موسيقى 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 ألا يشكل بيان المبعوثة الأممية إلى ليبيا تنقضاً من حيث إعلان موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من جهة وبين تأكيدها على ضرورة إنشاء مجلس رئاسي معدل وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة لإجراء الانتخابات هل ما يزال الليبيون متشككين فعلاً فيما يجري اليوم على الأرض وفي أروقة السياسة أم إن القنعة تبدو أقوى هذه المرة في أن تنهي محادثات تونس الأزمة المستمرة في ليبيا منذ سنوات كيف تنظر الأمم المتحدة والأطراف الليبية إلى مجريات الأمور في المفاوضات بالتزامن مع اغتيالات ناشطين وتشيع ضحايا لمجازر المقابر الجديدة في ترهونة وكيف يمكن قراءة وتقييم المحادثات المباشرة من خارج ليبيا هل من دور تونسية اليوم في ضبط إعدادات هذه المحادثات سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة مع ضيوفي من ترابلس عضو البرلمان في حكومة الوفاق ووزير الخارجية السابق علي رمضان أبو زعكوك من إسطنبول الأكاديمي والبحث السياسي المتخصص في الشأن الليبيا الدكتور فرج دردور ويشاركنا من تونس مدير موقع الرأي الجديد الكاتب والبحث السياسي صالح عطية نبدأ نقاش بحول الله بعد التقرير نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل تسير مقرارات مؤتمر تونس لحل الأزمة الليبية 75 مجتمعا ترعى لقاءهم الأمم المتحدة اختاروا الرابع والعشرين من ديسمبر العام القادم موعدا لعقد الانتخابات هو تاريخ استقلال البلاد وبعده ستولد ليبيا الجديدة بمؤسسات ديمقراطية تملك الشرعية على ما تقول الأمم المتحدة 75 مشاركا في المؤتمر قرروا أن يكون موعد الانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر العام القادم بعد مرور سبعين عاما على استقلال ليبيا وفي تفاصيل الخطة تسعى الأمم المتحدة بالتعاون مع الفرقاء الليبيين لتهيئة المناخ الملائم للاقتراع عبر تشكيل هيئات حكومية خطوة ثانية بعد نجاحها بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عام أو أكثر بقليل مدة مناسبة بنظر المسؤولين الدوليين لعقد الانتخاب رغم عدم تفاؤل البعض من مدى القدرة على تطبيق الاتفاقات في ظل فوضى ميليشيات المتمرد خليفة حفتر والسلاح والتدخلات الخارجية لكن الأمم المتحدة تتحدث عن التصدي للمفسدين المستفدين من الوضع الراهن عبر خيارات أبرزها فرض العقوبات ورغم تخوف بعض الأطراف من أن يكون اتفاق تونس نسخة مقلدة من اتفاق الصخيرات وجنيف وبرلين إلا أن المبعوث السابق للأمم المتحدة غسان سلامة يشير إلى أن الظروف لم تكن مناسبة بهذا الشكل في الاتفاقات السابقة هزيمة حفتر بعد هجومه الفاشل على العاصمة والهدوء على مختلف جبهات القتال يمنحان الاتفاق الحالي أفضلية قوية لتطبيقه على الأرض وبالتوازي مع مفاوضات تونس لا تتوقف انتهاكات الميليشيات على الأرض ناشطة ومحامية لقد حتفها بعد ساعات على انتقادها فساد أبناء حفتر في بث مباشر فضائع وانتهاكات ارتكبت وترتكب في ليبيا مجرمو الحرب لا يزالون يسيطرون على مناطق شاسعة في البلاد مهمة صعبة على عاتق السلطة القادمة تزداد التساؤلات عن مدى القدرة على طي صفحة الدماء دون محاسبة الضالعين في ليبيا الجديدة ربيع الصعوب تي ارتي عربي السادة دعلي رمضان أبو زعكوك أبدأ النقاش معك وقبل بداية النقاش أريد أن أشير فقط أننا توصلنا مع عدد شخصيات ليبيا قالت لنا أن البعثة الأممية ألزمت الوفود الليبية المشاركة في ملتقى تونس بعدم التصريح لوسائل الإعلام وعليه نريد أن نعرف أستاذ علي رمضان ما المعلومات المتوفرة لديك حتى الآن عما خرج به الملتقى أعتقد أن التقرير الذي قدمتم به للحلقة فيه بيانات تكاد تكون مطابقة لما وصلنا من المشاركين في الحوار في تونس ولكن لو سمحت لي أريد أن أنوه على نقطتين أساسيتين أولا خارطة الطريق للانتخابات جديدة نحن ننادي بها منذ مدة ولكن يجب أن تكون على قاعدة دستورية أي أن يستفت الشعب الليبي على الدستور ثم يعمل مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة قانون الانتخابات ثم تقام الانتخابات ولكن هذا أيضا يشترط شروط أساسية وهو أن يستتبى الأمن وخصوصا في المناطق التي يتحكم فيها المتمرد على الشرعية في الشرق وفي الجنوب لأنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة free and free elections إذا لم يتوفر فيها المناخ المناسب لكافة الأراء في أن تقوم بحملاتها وأن تتقدم بترشيحاتها ولهذا قد يصل إخوتنا في تونس إلى وجود شخصية للرئاسي وشخصية للحكومة لكن هذه كلها آليات إنما الحقيقة الكبرى هو في كيفية إنجاز انتخاب يمثل الشعب الليبي حقيقة نسلم نهو نحن في النواب السلطة تسليما شرعيا ويسلم له مجلس الدولة كذلك هذه السلطة هذا الإنجاز الانتخابي يفصلنا عنه ربما 18 شهر أستاذ علي رمضان المبعوثة نعم 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 تفضل لكن هذا يحتاج إلى ما نسميه نحن تهيئة الملعب تهيئة الأرض للانتخابات وهذه الأرضية لا يمكن في منطقة الغربية متوفرة ولهذا حتى بعض البلديات قامت بانتخاباتها بأريحية كاملة لكن إذا أن يتوفر ذلك ولن يتوفر ذلك إلا بمساعدة دولية قوية ولا أقول بمساعدة دولية شكلية قوية جدا تمنع مجرمي الحرب من يتحكموا في سير العملية الانتخابية بحيث لا تنتج إلا شخصيات هزيلة تمثلهم هما ولا تمثل الشعب الليبي حقيقة مبعوث الأممية إلى ليبيا تقول أن الأطراف الليبية اتفقت على إنشاء مجلس رئاسي جديد أستاذ علي رمضان هل من أسماء ظهرت للقيادة السياسية الجديدة برأيك؟ هناك مجموعة من الأسماء تتداولها القاعات هناك لكن حتى الآن بالمناسبة الخبر الجيد أن معظم الأسماء الموجودة حاليا في السلطة أغلب الناس لا يريد تداولها من جديد هذا هو ممكن من الأخبار التي ممكن أن يسمعوها المشاهدون ولكن هناك عديد من الأسماء وليبيا واللادة بفضل الله ستكون هناك شخصيات جديدة توافق عليها المجتمعون ولكن بعد ذلك لابد أن يعطيها لاعتماد البرلمان الليبي وخصوصا أن الآن أكثر من 142 عضو من البرلمان وقعوا على أن يجتمعوا جميعا ليلتائم شمل البرلمان لأول مرة منذ إنشائيه في طبرق 2015 دكتور فرج كيف يمكن قراءة المخرجات الحالية؟ ما فرصة وإمكانية تجسيد هذه المخرجات في ذل المعطيات الميدانية؟ مساء الخير لك ولديك الكرام والمشاهدين أيضا المخرجات بالتأكيد هي انعكاس للمدخلات المدخلات الأسف الشديدة أنا في اعتقادي من المتحدة إلى غاية الآن لم تفصل المشكلة الليبية بشكل موضوعي جيد لأن المشكلة الليبية في الأساس هي أولا سياسية ثانيا أمنية السياسية وهو ما يحصل الآن في تونس من تقاسم للسلطة الأسف الشديد بتقريبا بتدوير ناس الوجوه ولكن الإشكالية الأخرى والأهم وهي الأمنية أي بمعنى كيف تستطيع أن تجهل انتخابات مثل ما تفضل أستاذ علي بوزعكو أو أنك حتى المجلس الرئاسي الانتقالي أو الحكومة الانتقالية كيف يستطيعون التعامل والعمل في المنطقة الشرقية؟ هل سيبقى على سبيل المثال رئيس الحكومة القادم يعني وضعه مثل التني يستدعيه حفتر ويهينه ويصدر له الأوامر هو وعقيل صالح ويتركه في أمام مكتبه لساعات ينتظر هل هو هذا الوضع اللي سنصل إليه إذا بقى الوكر اللي موجود في الرجمة؟ حقيقة ما لم توضح الأمم المتحدة بشكل واضح وجلي ما هو نستقل حفتر وأولاده ووكره في الرجمة في المرحلة القادمة لن نصل إلى نتيجة وخصوصا أن تسربت إلينا معلومات أمس أن حفتر أرسل وفيد إلى لجنة الحوار الموجودين هناك وهددهم بأنهم لابد أن يدفعوا بالانتخابات الجزئية أي في برقة بمعنى أن يخرج عقيل صالح عن طريق برقة طبيعي في برقة لا يستطيع أحد أن يقول غيره لا وبالتالي ويرفضون الانتخاب المباشر عن طريق الجماع الليبيين داخل القاعة هذا طبعا التدخل السافر من الآن صار يتضح سوف ينعكس أو هو صورة مسغرة لما سوف يكون على المستقر وبالتالي لن نقع السيئة أنت تقول أن المشكلة يكمن في تقسيم السلطة بين الأسماء القديمة ضيفي أبو زعكوك يقول أن هناك أسماء جديدة تدخل الآن هي المسألة ليست في من دخل الأسماء حتى ولو دخلت أسماء جديدة ما لم يتم إضاح كيف هو وضع وكر الرجم الموجود في حفتر ما هو وضعه في المستقبل هل سيختفي لطالح الحكومة هل سننتهي إلى توحيد الجيش وتكون هناك قيادة كريمة لا يكون فيها حفتر هذا هو الأهم في الموضوع لأننا في المنطقة الغربية ليس لدينا مشكلة في الانتخابات وقد جرينا الانتخابات في البلدية في المنطقة الشرقية ممنوع الانتخابات هاجم لجنة الدستور في مقرها يعني عرقل البرلمان طرد أعضاء البرلمان من طبرق هذا الأمر ما زال لا توجد هناك أي تغيير لا قد رأينا رأينا على سبيل المثال هذا المحجوب الناطق باسم حفتر يتحدث من يومين يقول نحن عسكريين وليس لنا علاقة بما يحصل وكأنهم فوق السلطة وفوق القانون وفوق الدولة وأن كل ما يحدث الآن في تونس هو يحدث تحت ثقافهم وهنا المشكلة هذا ما يجب إضاحة هل فعلا نحن الآن نعمل تحت ثقاف حفتر هذا هو المطلوب إضاحة طيب ما المطلوب برأيك أنت ما المطلوب لإنجاحي وتجسيدي هذه المخرجات مخرجات الملتقى يجب أن تكون الأمم المتحدة حازمة بشكل واضح تحدد ما هو موقف القيادة العسكرية من ستكون القيادة العسكرية كيف سيتم دمجها هذا هو الأهم كيف سيكون وضع المنطقة الشرقية هل هي سوف تنضم إلى العاصمة أو ستبقى جهة متمردة دائما مثل مكانك هذا هو الوضع وصلت الفكرة أستاذ صالح أعطية كونك تحدثنا من مكان الملتقى من تونس ما المعطيات التي رشحت بشكل جدي من ملتقى الحوار الليبي تحية إليك وإلى الضيفين الكريمين في هذه الحلقة المهمة في تقديري أعتقد أنه على خلاف ما سمعت من الضيفين الكريمين يبدو أن الوضع أكثر تفاؤلا مما سمعت في الحقيقة هناك توافقات حقيقية حتى في المجال العسكري وهناه طمع الأستاذ من تركيا يعني مثلا مجموعة العشرة التي كانت تسمى مجموعة خمسة زيت خمسة الآن مجتمعة في سرط وكانت في غدامس منذ بضعة أيام وهناك توافقات مهمة ميدانية من أجل السيطرة على الوضع وجبهات تقريبا كل الجبهات الآن في حالة هدوء تام وليست هناك مسائل عسكرية ممكن أن تؤثر على مسارات التفاوض العسكري المفاوضات العسكرية ذهبت الآن في تجاه توافقات حقيقية النقطة المهمة في هذا الموضوع هي توافقات الدولية وعندما نقول أن مصر الآن خرجت ربما بين ذفرين من الجلباب الإماراتي السعودي وهي الآن تتفاوض مع الجزائر مع تونس ومع الولايات المتحدة الأمريكية وأساسا مع تركيا من أجل السياغة حل عسكري وسياسي في تونس هنا وتنتهي منه على الأقل جزء كبير مئوي من الخلافات الموجودة في المستوى الليبي عندما يجل في المستوى السياسي اتفاق الآن أو شبه اتفاق أقول حتى لن نعمم ولا نكون قاطعين في هذا الموضوع الآن هناك اتجاه لتمكيننا عقيلة صالح بتوافقات دولية طبعا وليبية بالتحديد أيضا أن يكون هو رئيس المجلس الرئاسي الأعلى وأن يكون سيد بشاغة هو وزير الداخلية الآن هو رئيس الحكومة هذا مهم في مستوى حتى اختيار الأسماء ووجود عقيلة صالح هو نوع من إقصاء لحفتر في نهاية الأمر لأن هناك خلافات جوارية بين عقيلة صالح وبين حفتر أيضا التوافقات السياسية عندما نقول انتخابات في 2021 في ديسمبر 2021 في نهاية العام القادم في تقديري هذا مهم طبعا المسألة الأمنية ستكون محددة في نهاية الأمر أنا أخشى ما أخشاه في هذا السياق الكل هو أن لا تتبقى هذه التوافقات حبرا على ورق مثل ما حصل في جناف مثل اتفاق السخيرات مثل اتفاقات أخرى كثيرة في برلين وغيرها بقيت حبرا على ورق المسألة التنفيذية مهمة جدا وتنطلق من اللجنة العسكرية مجموعة العشرة وأيضا مجموعة أخرى ستتفرع عنها وعن اللجنة السياسية هنا في تونس مجموعة 75 من أجل تفعيل هذه التوافقات المهم في هذا الكل وفي تقديري دور الأمم المتحدة هنا ربما أجيب بنسبيا الصديق والسيد المحترم من تركيا الأمم المتحدة لعبت دورة مهمة في هذا السياق اعتقادي أن كل المفاوضات السابقة في جناف في برلين في جهات أخرى في مناطق أخرى كانت تتعامل مع الموضوع الليبي بشكل كل الاقتصادي والعسكري والسياسي حاولت الأمم المتحدة أن تذرر هذه الملفات فتوصلت إلى توافقات اقتصادية مهمة انطلاقا من تعيين للمحافظة البنك المركزي الآن ذهبت إلى السياسي والخروج بانتخابات في ديسمبر القادم 2021 مهم وحل على المستوى العسكري أيضا هذه مجموعة عشرة انتهت أيضا إلى هذه التوافقات العسكرية يبقى الإشكال الوحيدة الآن في قضية مسودة الدستور هذه هناك خلاف مع مجموعة حفتر وربما سوقه معلومة مهمة هنا حتى المجموعة التي جاءت مبغوثة من حفتر حاولت أن تضغط باتجاه تعديل هذا الدستور لكي يتضمن أصحاب الجنسية المزدوجة والمقصود هنا حفتر تحديدا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ولكن مجموعة 75 لم توافق على هذا أعوذي الأستاذ علي ربضان أبو زعكوك المتحدث باسم الجيش الليبي قال أمس أن التحركات العسكرية في السرط والجفرة لا توحي بإخلاء المنطقة من المرتزقة والميليشيات المسلحة المبعوثة الأممية بالإنابة كذلك قالت أن التحدي الأبرز يكمن في إنجاح تلك المنطقة من التشكلات العسكرية والمرتزقة كأن هناك تناقض بين الإحاء بإيجابية عما يصدر من مؤتمر تونس وما يجري على الأرض أستاذ علي سيدتي الكريمة أولا نحن كنا مع سكوت المدافع أو سكوت البنادق لأن سكوت المدافع أو البنادق فتح فرصة لليبيين لأن يحفظوا الدم الليبي وأن يبدأوا الحوار السياسي برغم كل الخلافات الموجودة الإشكالية القائمة هو أن هناك فيل في الحجرة هذا الفيل في الحجرة هو عجوز الرجمة المتمرد على الشرعية والذي لا يسمح بإيجاد حكم مدني نحن القضية كاملة هي قضية عسكرة الدولة ضد مدنية الدولة العمل السياسي الذي يقام في تونس هو لترسيخ مدنية الدولة العمل العسكري الموجود الآن خمسة زياد خمسة هناك توافقات وتفاهمات هل تعلمون أن ما يسمى بإخلاء الموانئ النفطية هو إزالة المرتزقة لخمسمية متر أو لخمسة كيلو متر لكنهم ما زالوا موجودين في المناطق هناك نحن نعاني من وجود مرتزقة غير شرعيين جنجويد فاغنرز سميها ما شئت من أي مكان وإلى أن نتفاهم بحيث أن هذه المجموعات تخرج من الوطن وأن يحد من سلطة وشيطنة عزوج الرجمة المتمردة على الشرعية لا يمكن نظر للمستقبل ومع هذا فأنا متفائل لأن الليبيين استطاعوا أن يتخلصوا من القدافي بعد 42 سنة فالآن القدافي الصغير الذي يحاول أن يعيد التجربة سنتخلص منا إن شاء الله وقلنا إذا كان تخلصنا من الفرعون فلن نقبل بالعجل فعموما هناك حالة حقيقية من التفاول لكن التفاول الحذر ولكن حتى لا نكون نغطي عين الشمس بالغربان السيدة ستيفاني ويليمز وبرغم كل انتقاداتنا على الخمسين المضافين لعضاء مجلس الدولة ومجلس البرلمان نحن الآن سنتوقع المخرجات وسنناقشها في البرلمان وإن كانت لصالح ليبيا فسنوافق عليها إن كانت غير ذلك فسنبين أمرنا هذا وسنوضح ذلك للشعب الليبي عموما لعل الله سبحانه وتعالى يريد بنا خيرا بعد أن سكدت المدافع وهنا أسجل شكري وتقديري للدور الرائع الذي قامت به الجمهورية التركية في مساندة حكومة اللفاق في صد الهجوم على طرابلس وفي إسكات المدافع بشكل عام نعم أستاذ دكتور فرج هناك اجتماع للجنة العسكرية داخل ليبيا بالتزامن مع ملتقى تونس السؤال هل يشترط نجاح المفاوضات بنجاح اجتماع تونس مع اجتماعات اللجان العسكرية لا هي اللجنة العسكرية حقيقة لجنة فنية يعني تقوم ببعض الترتيبات وأجراء بعض الاقتراحات ولكن هناك مطاف هم يعودون إلى رؤساهم يعني ما قاموا به لغاية الآن حقيقة ليس بهذاك الانجاز على فكرة الحرب لم تقف بسبب إرادة تعديل صالحة وحفتر الحرب حقيقة حتى نكون حفتر موضوعية الحرب توقفت قبل إجراءات الأمم المتحدة الحرب توقفت بسبب هزيمة حفتر وأن الخطر صار يهدده في مقره في الرجمة هذا هو سبب الهدنة وسبب توقف الحرب على فكرة لا يوجد هناك أي محاولات لا دولية ولا روسية روسيا ما زالت موجودة إلى يوم من هذا ولا من أي دولة أخرى يدعون بأنهم كانوا سبب في الهدنة ولا يقاف الحرب هذا كلام غير صحيح الصحيح أن حفتر هزم ودحر خلال أيام 500 كم وصار مهددا وبالتالي هو الآن يحاول من خلال هذه الفترة بأن يجد لنفسه صيغة صيغة جديدة من خلال ما يحصل الآن أولا هو ما زال يسيطر على المنطقة الشرقية وحتى على عقيلة صالح لكن ضيفي يقول أن عقيلة صالح يوحي بنهاية حفتر وجود عقيلة صالح يوحي بنهاية لا 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 أسف الأسف الشديد مصر قامت بدور أكثر من مرة المصالحة بينهم وهم يعملون في بوتقة واحدة والآن الذي يحصل يريدون عقيلة صالح رئيس مجلس رياسي ثم بهذا المنصب طبعا سيكون بالطبيعي قايد أعلى ومن ثم سوف يقول عقيلة صالح يبقى حفتر قايد عام ولهذا السبب أرسل حفتر وفد أو هدد بعض الأعضاء بأنهم لابد أن لا يوافقوا على انتخابات مباشرة وإنما على انتخابات التجمعات وهي في برقة لأن في برقة طبعا سوف يأخذ عقيلة صالح ويقول هو هذا مرشح برقة ولن يستطيع أحد يتكلم وبالتالي هذا موضوع غير صحيح الذي ما زال في المنطقة الشرقية هناك اتفاق تام بين عقيلة صالح وبين حفتر لأنهم في نهاية المطاف هم نفس الجوقة أيضا لتنين متورطين في حقيقة في جارة التارك إذن أعود للأستاذ صالح عطية يبدو أن ضيفي لا يتفق معك فيما ذهبت إليه حول موضوع عقيلة صاح لكن قبل ذلك دعني أتأكد الأسماء التي ذكرتها قبل قليل هي مر يعني رشحها الملتقة نعم هذا من المخرجات الملتقاء وعلى الأقل هذه التوافقات الأولية والمبدئية في هذا الملتقاء في اعتقادي أنه سيكون عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي الأعلى وسيكون بشاغة رئيسا للوزراء لك الذي أريد أن نشير هنا نستغرب الكلام الدكتور فرج من تركيا كأنه غير قريب يسمحني بهذا الكلام بهذا النقد اللطيف يعني كأنه غير قريب مما يجري هنا في تونس رغم أنه أقرب مني للملف الليبي طبعا ولكن أعتقد أنه فايز السراج البشاغة أيضا عقيلة صالحة وأطراف أخرى ليبية مؤثرة في الموضوع الليبي سافرت إلى مصر خلال الثلاثة أيام الماضية هي تروح وتجيء حب بين تونس ومصر والقاهرة وهناك تنسيق مع مصر كبير في تقديري موضوع حفتر حسيمة الآن بشكل كبير كيف ستتم العملية على الميدان هذا موضوع مهم ولكن اعتقادي سيكون ثانويا لأنه حتى قضية المرتزقة إذا استثنين الفاقرز فقط فكلها أعطيت الضوء الأخضر أعطيت الضوء الأخضر للجنة اللجنة العشرة هذه ومجموعة العشرة من أجل حسم هذا الموضوع المرتزقة في ليبيا لأنه هناك إدراك جيد من طرف البعثة الأممية أولا ومن طرف مجموعة 75 في تونس وأيضا من الأطراف الدولية والأقليمية المتدخلة في الموضوع بحساسية الموضوع الأمني من أجل إنجاح المسار السياسي لا يمكن أن يتوافق سياسيا والمجال العسكري والمجال الميداني ما زال مفتوحا على احتمالات كثيرة ولذلك قلت منذ البداية أن قضية التوافقات الدولية مهمة جدا اليوم مصر وليدنا سوق هنا معلومة مهمة مصر اليوم عمليا وهذا يقول بعض الخبراء باختصار للأسف انتهى وقت البرنامج انسحبت من الجلباب الإماراتي رغم كل الضغوط الإماراتية مصر الآن خرجت من هذا الطوق الإماراتي وتبحث عن مصالحها في استقرار ليبيا في عودة العملة المصرية في تحريك الجلب التجاري مع مصر وفي ترسيخ مصالحها مدير موقع الرأي الجديد الكاتب والبحث السياسي صالح عطية الشكر لضيفي من اسطنبول الأكاديمي والبحث السياسي المتخصص في الشأن الليبي دكتور فرج دردور الشكر لضيفي من ترابلس عضو البرلمان في حكومة الوفاق ووزير الخارجية السابق علي رمضان أبو زعكوك والشكر موصولكم مشاهدينا على حسن المتابعة إلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج ولا نوقف في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة